عشان كده اعتقد الاتحاد الافريقي لكورة القدم والشركة الايطالية اللي حتنظم دور الافريقي الجديد كانوا حرصين ان تكون البداية في زيارة الاندية التمانية المشاركة في البطولة انتم عارفين البطولة التمانية فيهم مستويين ده استقبال الكابتن الخطيب لوافد الاتحاد الافريقي وللشركة الايطالية البطولة اللي حتبدأ 21 اكتوبر 11 نوفمبر الاهلي في المستوى الاول معاه الوداد البيضاوي ومعاه الترجي وسانداونز الجنوب الافريقي والاربعة اللي في المستوى التاني سيمبا التنزاني وانييمبا النيجيري ومنزيمب الكنغولي وبترو اتلتكو الانجولي دول اربعة قصاد اربعة هتتعمل القرعة لسه لم يعلن عن معادها لكن الوافد الحقيقة جزار النادي الاهلي واكتمع معه او عمل ورشة عمل في حضور المهندس خالد مرتاجي امين السندوق والدكتور محمد شاوي عضو مجلس الادارة وكافة الاطراف المعنية اللي موجودة بكل اللجان المختصة في النادي التنظيمية والاعلامية والادارية والتنظيمية وايضا الجزء الخاص بالتأمين والنظام بالاضافة لتفقد استاد القاهرة الملعب المعتمد كملعب للاهلي في البطولة التصور النهائي ليه والوافد زار استاد القاهرة في جولة تفقدية ليه علشان يقف على اخر الاستعدادات وبعض الطلبات اللي طلبوها واستقبلهم وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة وكان معاهم حنان الزيني مدير اللوايح والترخيص والدكتور عمرو محب مدير العلاقات الدولية في النادي والعميد علاء صلاح مدير امن النادي قام الوفد بجولة في الاستاد عشان يشوف اخر ما تم من تجهزات وارضية الملعب وغرف الملابس والبنوار الصحفي وغرف الصحفيين والمناطق الخاصة بالاعلاميين وبقية مرافق الاستاد واتمأن على كافة الاشتراطات المطلوبة لتنظيم هذه البطولة الكبيرة دي شكل الجولة اللي في الاستاد وتجهيز الكوادر يعني عمرو محب كان مترجما ولكنها يملك تلك ثقافات ودراسات تسمح لها ان يقوم بهذا دور دور العلاقات الدولية في النادي الاهل بشكل محترف حاجات لقطات زغيرة كده يا سيد زبريب بس بشدين هنا ايه انكشوف واحدة ده بيستفاد منه بعد ما خلص دوره كمترجم ومترجم مع المدارك لا عنده قدرات اوسع وابعد من هذا استفيد منه لا يخرج احد من الاهلي خسرا ابدا طيب اعتقد دي ترتبات كانت مهمة لبطولة كمان كبيرة اول مرة تقام لا اقول بايلك ان الناس مش بتخذر عايزين ينظاموا بيروحوا وبيفتشوا وبييجوا وبيدوا وارشة عمل وبدأوا يقولوا مراحزاتهم واشتراطاتهم ايوة فالحقيقة ننتظر هذه البطولة بفارق صبر وحتى بابدا يقولوا اشتركوا في القناة